من أصحاب رسول الله رجال عشرة خير الناس بعد الرسل كرام بررة صدق العهد مع الرحمن فجزاهم فرحا ومسره بشراهم بالجنة سبقت يا للبشرى لا للبشرى أولهم والد عائشة زوج رسول الله وبكره أبو بكر أول من آمن الصديق رفيق الهجرى كان يحب رسول الله أبدا ليس يخالف أمره أنفق أعتق لم يتردد يرجو الله فعظه أجره والثاني عمر الفاروق يخشاه الشيطان ويكره كان رقيق القلب قويا نزل الوحي يوافق فكرا فتح الأمصار بإيمان حكم فعدل وترك الأسر كان الإسلام غريبا حتى أعز الدين بعمره ذو النورين الثالث وهو عثمانوز جيش الأسرى كان حيا كان رفيقا يحيي الليل ويكسر ذكرى ما يعانه رسول الله يوم البيعة تحت الشجرة جمع القرآن ورسله للأمصار بأيدي سفره هو الرابع وقربه مرحما ابن العم وزوج الزهرى باب العلم علي كان ولي رسول الله وظهره كان كهارون إلى موسى يحفظ سره يشدد أزره أحب الله محب علي وابنيه الحسنين الخيارة من أصحاب رسول الله رجال عشرة خير الناس بعد الرسل كرام بررة صدق العهد مع الرحمن فجزاهم فرحا ومسره بشراهم بالجنة سبقت يا للبشرى يا للبشرى طلحة في أحد لا يخشى أبدا ما يفعله الكفره صدق الله العهد وأنفق مالا لا يحصى من كثرة وحواري رسول الله الزبير سريع الكرة يعادل ألفا بين الناس لا يحمل حكدا أو غدرة سعد خال رسول الله جاهد للإسلام ونصره كان مجاب الدعوة أبدا وتقيا لا يطلب شهره وسعيد بن زيد ابني عمر بن نفيل ذي الفطرة خاض حروبا خاض فتوحا وشجاعته رفعت ذكره والزاهد عبد الرحمن ابن العوف وسيد زهره تاجر صدق ينفك كرما أما رسول الله وبره عامر وهو أبو عبيدة لم تستطع الدنيا أسره فتحشى مأمين الأمة عرف الناس جميعا قدره من أصحاب رسول الله رجال عشرة خير الناس بعد الرسل كرام ضرره أبو بكر عمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد طلحة والزبير عامر وابن العوف تمام العشرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر